الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وبعد يقول الله جل وعز في خواتيم صورة الإسراء قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها وابتغي بين ذلك سبيلا قال او ذكر الامام ابن كثير في تفسيره ان رجلا من المشركين رأى النبي او سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم فقال انه يزعم انه يدعو واحدا وها هو يدعو اثنين المشرك كما ذكر ابن كثير عن مكحول انه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رحمن يا رحيم استنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو الى عبادة الواحد انه يزعم انه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين استنكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اثنين وبهذا يعلم ان المشركين فهموا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا انه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لالله واحد لعبادة الواحد الاحد الفرد والصمر الله فكانت مفووم لديهم فلذلك انكر المشرك انكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رحمن يا رحيم لانه المفهوم عندهم ان لا اله الا الله معناها ترك كل ما سوى الله كل احد الا الله عز وجل فهم منها ان الدعاء يكون لله وحده الدين الخالص الا لله الدين الخالص اجعل الالهة الها واحد هذا الذي فهموه من لا اله الا الله لذلك لما تجد ان كثير من الناس الليلة يقول لا اله الا الله ويدعي الاسلام ويدعو واحد ويدعو اثنين ويدعو عشرة ويدعو مية ده فهم من الاسلام اضعف من فهم المشرك لان المشرك الاول عارف ان الاسلام ده ولا اله الا الله معناها تدعو الله وحد تنادي الله وحد تخلص دينك لله وحده ولما يجي مسلم يدعو عشرة وعشرين قونه صيح ليهم ابقى منهم ليهم وخلي الحمال عليهم قبل فوق قولي اهل الزوق قبل شمال قولي افشام الى غيره من هذه الاشياء يا ودبذر من الفقر يا ودري من العليا الى غيره من المسميات والآله الباطل ده كل يدل على ان المسلمين لم يعلموا الاسلام ولم يعلموا لا اله الا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة وهو يعلم لان لا اله الا الله لا تنفع الا بالعلم كما قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله تعرف هذه الكلمة معنى هذه الكلمة وقضى معناها في قوله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه معنى الكلمة ذي تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار كما عند البخاري من رواية ابن مزعود رضي الله عنه فددع وتنالي سلم التي افهمها واوصلها الى الناس وكما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي الله عنه قال فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يفهمها العامي البلد قبل الزولة كان من المشركين عارف انه لا اله الا الله وعارف انه دعوة النبي هي التوجه بالعبادة لله وحده والكفر بالطاغوط الكفر بالالهة التي دون الله لكن هنا الاسكياء الرسمين او الشعبيين ما يفهم لا اله الا الله يجهل بلا اله الا الله فذي المشكلة التي على الدعاة ان يعالجوها بسنة رسول الله صلى الله بسنة النبي كيف توضح التوحيد واضح وما أصنى من رسول إلا بلسان قومه ليبين له تبين لا اله الا الله معناها شنو تبين له حال المشركين الذين بعس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم شنو كانوا يعتقدون يعتقدون أن الخلق لله لكثير من الناس اللي لا معارفين كانوا يعتقدون أن التدبير الإيمون لله والرزق لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمعة والأبصارة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون عارفين الحيات دي كلها المشكلة شنو المشكلة هي نفس المشكلة أو مشكلتنا شد مشكلة إنهم دير وصائط مع الله عز وجل توسل يشفع علينا تسمى يسموها شفاعة يسموها وسيلة لكنها عبادة عبادة غير الله عز وجل هذا الدعادة الذي قل ادعو الله أو ادعو الرحمن الذي ذكره الله في الآية واذعوا ربكم تضرعا وخفيا واذعوه خوفا وطمعا آيات كثيرة تأمر بدعاء الله وحده وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إخلاص الدين ربطه الله قال في بداية الآية العلماء قالوا أن الله في ابتداء الآية أو بداية الآية قالوا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وقال بعدها مخلصين له الدين قالوا وهذا يدل على أن الدعاء هو الدين سماه الله الدين وإخلاص الدين هو إخلاص الدعاء لله لأن الدعاء هو من أعظم العبادات التي أمر الله بها عبادة فإنت لمن تنادي غير الله أو تجوز دعاء غير الله ما أخرص الله الدين ولا عبدت الله وحده ولا شهدت أن لا إله إلا الله وإن كنت قلتها قول يعني ما أقول زي هي اعتقاد هي يقين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون هي علم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يقين هي عمل هي صدق وإخلاص لله عز وجل فالمسلم إذا لم يخلص دينه لله بألع الدعاء كمثال وأوضح العبادات التي ظهر فيها الشرك بالله عز وجل ما ده هنا الله عز وجل أمر بشيء قل يدعو الله ويدعو الرحمن يدعوه تضرعا وخفيا يدعوه طمعا خوفا وطمعا دي حاجة ربنا عربية والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها هي الدعاء الدعاء هو العبادة فإنت لمن تصرف لغير الله عملت شنو دي عبادة اتفقنا إنا عبادة وربنا أمر بيها والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها هي العبادة فمن صرفها لغير الله فماذا يكون حاله حاله شنو حاله إنه عبد غير الله أنه كفر بالله أشرك بالله دي الحقيقة التي لا بد أن تعلم أن من دعا غير الله إذا كان قلت يا النبي يا الرسول كل الكل دون الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون كف تنادي غير الله كف تدعو غير الله تستغيز بالله وكل وكل ذلك ورد كما قال الأخ في آيات واضحات وأحادي الصحة فكيف يجادل عنها بالمحدثات بالمناسبة الأثر الذي ذكره الأخ ماز أثر عبد الله بن عمر قالوا اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد أو يا محمدا قال أهل العلم أن عادة العرب العرب عندهم عادة دمين ناحية متن الحديث ودرايته أنهم كانوا إذا حصل لهم الخدر يذكرون أحب الناس إليهم وذكر المحبوب ينشط الدماء ويجعل هناك حرارة في القلب فيقوم المخدور يعني لو كان في خدر وتذكرت من تحب لذلك يقولون في أجعارهم عادة العرب في أجعارهم يقول عند ذكر الخدر أنه يسكر اسم المحبوبة عادة يسكر اسم المحبوبة ليلة وسعاد غير فما فيه دليل على أن عبدوهم حتى لو صحد فالعرب كانوا يقولون أن ذكر المحبوب يجعل هناك حرارة في القلب مما يساعد في جريان الدم فينشط الذاكر لمحبوبه حتى لو سبت ما فيه دليل أبدا على دعاء غير الله وعلى نداء غير الله وعلى عبادة غير الله عز وجل هذا وجزاكم الله خيرا على حسن استماع